شاركت سعادة المحامية دلال جاسم الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى عضو لجنة احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي في اجتماع اللجنة المنعقد عن بعد ضمن أعمال جمعية السابعة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي وشددت الزايد على ضرورة أن تتخذ اللجنة منهجا في عملها بأن تركز على الفرد كإنسان بغض النظر عن جنسيته وانتمائه وديانته مبينة أن اللجنة تختص ببحث كيفية حماية حقوق الفئات المستضعفة من الأطفال والنساء وكبار السن من خلال التركيز على المناطق التي تعيش حاليا النزاع المسلح وأكدت الزايد تمسك مملكة البحرين بموقفها الثابت بالدعوة للسلام والتعايش والتمسك بمبادئ الحواري والنهج السلمي والحضاري كسبيل وحيد لتسوية النزاعات وتوفير فرص الأمن والنماء والازدهار لشعوب المنطقة كافة مشددة على ضرورة اهتمام اللجنة بمسألة العدالة الجنائية والعمل على تسهيل سبل توفر الخدمات الصحية والطبية في المناطق التي تشهد النزاعات المسلحة والالتفات لحقوق وأوضاع الأطفال والنساء وكبار السن وتوفير الحماية اللازمة للطواقم الطبية والمستشفيات وتحدثت الزايد عن موضوع النازحين من الدول والمناطق التي تشهد نزاعات مسلحة مبينة أن هذا الموضوع يجب أن يكون موضع اهتمام وبحث جاد من اللجنة في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها النازحون وكذلك الدول التي تستقبلهم